اشتركوا في القناة قضية داخلية تحكمها قوانين وأنظمة اليمن الأمير خالد كشف أيضا في تصريحه لوكالة الأنباء السعودية عن مقتل ثلاثة من رجال الأمن وجرح خمسة عشر آخرين كما كشف أن ثمة أربعة مفقودين رافضا اعتبارهم أسرى حرب وكانت وكالة فرانس بريس نقلت عن مصدر طبي في منطقة جزان تأكيده مقتل أربع نساء بالإضافة لإصابة مائة وستة وعشرين شخصا الحوثيون من جهتهم قالوا أنهم صدوا وحدات من سلاح البر السعودي دخلت الحدود اليمنية على حد قولهم وأعلنوا أسرى جنود فضلا عن ضبط أليات عسكرية سعودية وذلك بحسب ما جاء على موقعهم الإلكتروني فيما لم تتوافر أي حصيلة للقتل في صفوفهم وكان مستشارون الحكومة السعودية رفض الكشف عن اسمه أوضح الخميس أن طائرات حربية سعودية قصفت مواقع للمتمردين الحوثيين في مناطق حدودية يمنية مؤكدا تلقيهم ضربات موجعة في محافظة الصعبة ونقلت وكالة فرانس بريس عن هذا المصدر قوله أن القصف تم بتنسيق مع صنعاء إلا أن تصريحات الرسمية السعودية واليمنية أكدت أن الغارات كلها كانت داخل الأراضي السعودية يأتي ذلك فيما تعهد الرئيس اليمني علي عبدالله الصالح بعدم وقف الحرب الدائرة في شمال البلاد قبل القضاء نهائيا على الحوثيين مؤكدا أن لا مصالحة ولا مهدنة ولا وقف للحرب إلا بعد نهاية هذه الشرذمة الباغية والمتمردة والخائنة العميلة في محافظة صعبة على حد تعبيره فراس كيلاني بي بي سي موسيقى